هنعرض طبعا هنعرض اجزاء من فيديوهات الناس. دكتور ايمان نور كان عمل حوار مع شبكة المراسلين وقال فيه اني لن اعلن ترشوحي الرئاسة لعدم وجود ضمانات وانتخابات مبارك. 2005 شهرت منافسات حقيقية. ما ليش دعو بالجزء التاني. انا ليه دعو بالجزء الاولاني. عشان بس انا اهمني الموضوع ده. باعتباري انا اعمل في قناة الشرق. اللي هو رئيس مجلس ادارتها الدكتور ايمان نور. تكلام بيحتاج لابس بقى. اهو. دكتور ايمان نور يعلن عدم ترشوح الرئاسة. والدكتور ايمان نور كان معايا في مدخلة في رمضان. وقال يا جماعة لو انا اترشحت بدون ضمانات هجموني. وانا قلت له والله ما يعني والله ما هي راجعة. وانا الحمد لله في الحاجات دي ما عنديش في زار. والحاجات دي ويعلمها الدكتور ايمان واعلم ان العلاقة بيننا متبادلة على الاحترام. مش هلقى اي حاجة تانية. الحاجات دي مكنش هزر فيها. هتلاقي لي بهاجم ايمان نور في قناته. فهو خلاص. قطعت. قطعت دكتور ايمان نور قول لك كل خطر. تمام? فيش ترشح للرياس عشان بس في ناس بتوع التربية كلام وتقول لك مش هيحصل. يا ريت بعد كده ما نسمعش بقى حاجات تانية. لانه مفيش ضمانات. لو في ضمانات دكتور ايمان نور زيه زي احمد طنطوي زي عزمة السادات زي اي حد في الدنيا يترشح. زي جمال مبارك اللي قمنا عليه بثورة. في ضمانات انتخابية تفضل اترشح. لكن في مسرحية عب سمنت يماما ويماما طارت الغراب جوزوها احلى يماما والكلام العكدة. لا. اللي هترشح يعني سنكون له بالمرصاد. سنكون له بالمرصاد. ده كلام مهم جدا بس. لذا وجبت تنبيه. لذا يعني جبنا الخبر واجبت تنبيه. دكتور ايمان نور بيقفل الباب. عشان اي كلامه هو تصريح رسمي على شبكة بروسلين وبيتزعف القناة الشرق اللي هو رئيس مجلس اقدارتها. مش هترشح. الا اذا حصل فيه ضمانات دي بقى قصة تانية. لما البلد تتعجل. لما السيس يمشي مثلا ما فيه انتخابات حقي. من حقه ومن حق غيره ان يترشح طبعا.